لما يقرب شهر رمضان المبارك الجمهور العربي كله بيستعد لمتابعة الموسم الدرامي القوي لمشاهدة نجومه اللي بيحبهم ولعل من أبرز النجوم اللي الناس بتنتظر أعمالهم في رمضان المقبل مونة زكي وأحمد عز وأحمد مكي ومحمد رمضان وكريم عبد العزيز وغيرهم كتير في التقرير ده هنرصد ايه أبرز الأعمال الدرامية المرتقبة في موسم رمضان القادم الاختيار تلاتة على رأس الأعمال الفنية في رمضان اللي جاي بعد النجاح الصاحق لجزئي الأول والتاني الجمهور بيترقب الجزء الثالث من المسلسل اللي لعب بطولته الثلاثي أحمد السقة وأحمد عز وكريم عبد العزيز وبيستمر المسلسل في عرض بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب خلال فترة حكم تنظيم الإخوان لمصر المسلسل الكوميدي الكبير قوي يعود بعد غياب دام حوالي سبع سنين للظهور في الموسم الرمضاني الأجزاء الخمسة السابقة من الكبير قوي حققت نجاح كبير المسلسل من بطولة أحمد ميكي واعتذر الدنيا سمير غانم عن المشاركة علشان تحل محلها الممثلة الشابة رحمة أحمد لام شمسية ده اسم المسلسل اللي بتخوض النجمة مونة زكي السباق الدرامي في شهر رمضان عشرين اتنين وعشرين بعد النجاح الكبير اللي حققته في رمضان اللي فات من خلال مسلسل لعبة نيوتن مع المخرج تامر محسن لام شمسية من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشلناوي وبيشاركها البطولة الفنان الأردني إياد نصار مسلسل المداح بعد نجاح الموسم الأول من مسلسل المداح بيعود حمادة هلال بالموسم الثاني في عشرين اتنين وعشرين وبتشاركه البطولة هبا مجدي بدل من نسرين طافش مسلسل يوميات زوجة مفروسة يعود بموسمه الخامس للساحة مرة تانية وهو بطولة خالد سرحان وداليا البحيري وتم تأجيله أكتر من مرة بعد تأجيل عرض مسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم السنة اللي فاتت بسبب إصابتها بفيروس كورونا ورحيل والديها النجمين دلال عبدالعزيز وسمير غانم بتعود الفنانة للمنفسة به المسلسل مكون من خمستاشر حلقة بس ومن ضمن الأعمال المنتظرة كمان في الماراثن الرمضاني مسلسل راجعين يا هوى من بطولة الفنان خالد النبوي والمسلسل مأخوض عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل وسامة أنور عكاشة ومن إخراج محمد سلمة أما الفنان عمر سعد فهيظهر في رمضان عشرين اتنين وعشرين بمسلسل توبة بعد نجاحه السنة اللي فاتت في ملوك الجدعانة وبيتولى إخراج المسلسل المخرج أحمد صالح وبيشارك في البطولة ماجد المصري وصبا مبارك ودياب وكريم عفيفي وبتشارك النجمة يسرى بمسلسل يحمل اسم أحلام سعيدة برفقة غادة عادل ومي كساب والعمل من تأليف هالة خليل وإخراج عمر عرفة وإنتاج جمال العدل بينافس الفنان هاني سلامة ضمن الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل قلب واحد وبتشاركه عائشة بن أحمد ومريهان حسين والإخراج لحسن البلاسي بيشارك محمد رمضان بمسلسله المشوار في الموسم الرمضاني برفقة دينة الشربيني في العمل الفني الأول اللي بيجمعهم مع بعض والمسلسل من إخراج محمد ياسين وما فيش أي تفاصيل تانية عنه لحد دلوقتي فيما أعلن رمضان بدء تصوير مشاهده في المسلسل الإسبوع ده موسيقى